لأنه ليس لعباء، مجرد أنّ ربعي أو إخواني وينقدم البررمج مع بعض أو غيرها فهنا بكم تسعفوني اختاروا موضوع موضوع اخت matte اوكي عشان بس نختار الغنية عشان يمديني بس اختار الغنية اللي لايقع على موضوعك اللي بتختارها ونبلش على طول هالفكرة اللي قاعدة سوي فيهم نهائيا ما كان متفق عليه حتى سكريبت البرنامج كاهو ما فيها الحركة كلش بس قلت بشوف يعني شكثر بتعاونوني اوكي انت تبيها اقول لك قصة ولا اقول لك لا اعطني احساس معين احساس شي موقف صغيرون شي على اساسه تبي الموضوعكم اوكي بعد مدة ام بعد مدة طويلة من منسعوا له عشرة مثلا اختفى الطرفين نحن ردوا مرة ثانية التقوا صدفة التقوا صدفة حلوين صدفة من بعد غياب فترة طويلة ممتاز جدا دانا راح اقول لك صالفا ليش اسمعكم ما تسمعوني اوكي عندي موضوعين الاول يقول لش اسمعكم ما تسمعوني الثاني يقول هو اللي التقوا بعد مدة واللي فاز بمخي بسرعة وخذ قلبي وهو اللي التقوا بعد مدة لان تدري ليش اسمع 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 التالي وانت اقول لي اذا يمشي ولا ما يمشي احنا اكثر ناس نعرف نقنع نفسنا بالقوة واحنا اكثر ناس نعرف نلبس لبس الكبرياء بشكل مو طبيعي تفارقنا خلصنا ما عاد شي لا علاقة بهالانسان يعنيني اقنع نفسي بكل العبارات اللي تقول لي كمل حياتك الحياة حلوة وغيره وغيره من الموضوع عدش بنقاش جانبي مع احد من ربعي يقول لي كل علاقة بالدنيا لها تاريخ انتهاء صلاحية ويعورني قلبي ان اليوم انا مضطرة تفق معاه لاني كنت ارفض قبل لانه في علاقات تدوم العمر كله ليش قاعدين نحط هالجملة هذي على العلاقات الا ان اليوم لما نقال لي نفس الجملة قتلاقي والله وتاريخ انتهاء صلاحية علاقتي كان باليوم الفلاني بالساعة الفلانية بالموقف الفلاني ومشينا شلونك اليوم؟ لا انا وايد احسن تألمت وتضايقت بس انه ما عاد في شي لا علاقة بهالانسان ممكن انه يفزز فيني اي نوع من انواع الحنين وصج ومشيت وايد قوي اموري كانت وايد تمام اروح نفس الاماكن اللي كنا اروحها وما عاد تذكر شي اشم نفس العطر اللي كان اهوي يحطها وما عاد يحرك فيني شي اشوف ناس نفس اسمي يفز قلبي شوية اول مرة بس بعدين اكون تمام واقتنعت اقتنعت اني انا خلاص مرحلة وعديتها اتشافيت الوقت داواني لين مايتها الصدفة اللعينة الخبيثة اللي كلش ما توقعتها على كوب قهوة نسيت ان احنا اثنيننا ناخذ هذه القهوة من هذا المكان شاءت الصدفة ان احنا انتلاقا عادي مو المفروض اني انا عديت مو المفروض ان اموري تمام ليش تعلق اتروحي بهالمكان مرة ثانية ليش لما انشفت عيون اتذكرت كل شي ليش لما ابتسم وكأنه قاعد يقول لي عاش من شافك بس ما يبيه ينطقها حسيت اني ارتحت تذكرت مو بيدي تذكرت ايام وايد حلوة عشتها معا تذكرت شكثرك انه نضحك على نكة سخيفة شكثرك انه نسولف طول الليل على مواضيع ما لها هدف تذكرت ان القهوة بهالمكان ايه عادة انا ويا خلقناها لنفسنا في روتين تذكرت شكثرك انت اتفادى ذاك العطر بس انا ما عرفت الا منه تذكرت اني تصالحت مع المكان اللي كنا نقعد فيه لان احب الذكريات اللي يعطيني اياها لما اروح مو لاني عديتها انا ما نسيت انا تناسيت انا ابدا ما نسيت وخاف من الصدف سويت روحي اني انا والله مو بس سويت اقنعت روحي اني انا تمام اقنعت روحي اني انا وايد قوي لين ما بعد هالصدفة توصلني رسالة تزيد الطيم بله ما الصدفة كانت كافيا هتعفس مشاعري كلها اصلا ليش رسالة؟ ليش تواصل؟ ليش كلمتني؟ ليش؟ ليش؟ شنو اللي خلاك تتعدى حاجز الصدفة؟ اكيد انت حسيت نفسه اساسي اكيد لما شفتني اتذكرت اكيد والهت على شعورك وانت يمي لا تكابر حتى لو كانت الرسالة مضمونها ثلاث كلمات عاش من شافك قلبي شايل شافك وحاطها عافك وكنت اقول عاش من عافك واموري تمام بل اياك اللي ان قلبي مصمم يقول عاش من شافك كأن قلبي كان طول الفترة عميونت عيونه وشافك ردت الروح فيه من يديد اكابر على هالمسج ولا ارد؟ اكابر على هالمسج ولا ارد؟ اقولي والله عاش من شافك انت بعد او مجرد اقول لها شكرا اقتل الامل اللي انولد ورا الصدفة بعد ما تصادفنا اقتل بالمرة بكلمة شكرا وهو بعد رح يقول لي عفوا ولا اقول له انت بعد عاش من شافك كأنك لليوم تروح تشرب قهوة بنفس المكان وافتح نقاش يجرني لذكريات حزينة ما ادري اذا اقدر اواجهها ولا لا يجرني لاماكن انا ما كنت حتى نفكرني في يوم من الايام راح التقي معاه فيها بنقاش ولاقي نفسنا نتذكر 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 كل شيء نتذكر حتى شكثر كان اهتمامنا ببعض واضح لدرجة انه وقت الحوار بيني وبينه وبالرسائل ما حد يغيب عن شاشة التليفون قلت في يوم من الايام انه اذا ولهت عليك اطالع السماء واذا شفت القمر وطاحت عيني عليه فجأة فانت حزتها تكون قاعد طالع القمر فاحنا لو مهما كنا بعاد احنا رواحنا التقت فوق بالسماء عند القمر الا انه نفس الشعور هذا لامسني واحنا اثنيننا قاعدين نطالع نفس الشاشة نفس المحادثة ياوا انا وين حتي خرب بيت الصدفة اش سوت ما هي اصلا حتى الرسالة ما وصلت انا تخيلتها تخيلت لو كان دازلي رسالة قيل فيها عاش من شافك كرهت القهوة وكرهت المكان ورديت لنقدة الصفر الصدفة عمري ما توقعت ان هي بتخليني لها الدرجة ضعيف جدامك انا شفاف لو مهما ادعيت القوة راح اضعف حسنا ان شاء الله ما تجمعنا صدف مرة تانية ارده قوي نفسي بعد شكرا